السلام عليكم ورحمة الله أصدقائه حباب علاء الدسويب النهاردة أنا جاي اقول لك على هم الحاجات اللي بتحزر منها وانت في تركية وبعض السلبيات مبدئيا وانت في تركية حاول ما تشتريش من الاماكن السياحية لانها بتكون غالية جدا جدا اصدقائي روح اشتري من المناطق الشعبية بيكون السعر ارخص من المناطق السياحية برضو من الحاجات المهمة وانت داخل السوبر ماركت تشتري اسأل على اسعار تدخجع بحاجة يعني غالية جدا انا روح تشتري اللي هو الكيس بتمانية وروح سوبر ماركت تاني شعبي داخل الشعار الجانبية بلارتين باتنين ليرة فالوضع مختلف وانت بتشتري من المناطق السياحية حاول تسأل عن الاسعار الاول ما تشتريش على طول دايما ما تشتريش من الاماكن السياحية في السوبر ماركت دايما بتلاقيه في الشعار الجانبية اشتري منه بتلاقي الاسعار ارخص ارخص كتير من مناطق السياحية اصدقائي زى ما ما تسأل قدامك سوورك اصدقائي رووت دايما دا بتلاقيه فيه الحاجات رخصة جدا جدا دايما دور في الشوارع الجانبية برضه في سان دوشواتي الشوور مبرضه لو انت عاوز تتريح مصنواتش في الملات السياحية السوارع بتكون غالية جدا اصدقائي دايما دور على المناطق الجانبية الشوارع الجانبية السويارة بتلاقي فاسة دا وتشتريغ صديق مشي زى ما انتشاف كدامك اي سبو الماركت بالشوارع الجانبي بتلاقي لسعار رخيصة جدا حرفيا انا جربت الموضوع دوت يعني جربت الموضوع دوت في الشوارع العامل ايته غالي جدا الشوارع المناط السياحية يعني لكن تروح شوارع جانبية زي ما تشاه بتلاقي بتلاقي سعار رخيصة على جميع المنتجات يعني عاوز تشتري ملابس برضو احذر تشتري من المناط السياحية بتكون غالية جدا بيضعف السعر عليك دايما ندور على الشوارع الجانبية بتلاقي محلات كتير وعلى تنفضات ماشي بعد كده وانت بتستخدم التاكسي حاول تستخدم الباص اكتر حاجة يعني تطلع كارت الباص زي دوت كده عورونا كهوت ماشي وتستخدم كارت الباص كارت الباص واحد كان عاوز ياخد الحاجات اللي انا هتطهيره كارت الباص تستخدم كارت الباص والمواصلات منتشرة اربعة وعشرين ساعة مترو باص اي حاجة حاول تبيت على التاكسي في تركيه لان التاكسي غالي جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللغة الانجليزية في تركيه مش منتشرة جدا يعني لو بتكلم حد تركي باللغة الانجليزية مش هيفيدك نهائي الشعب التركي بيعتز باللغة بتاعته اللغة التركية الحاجة اللي بعد كده الجنسية تركيه اصدقائي يعني غالية جدا يعني لو عاوز تاخد الجنسية عن طريق شراع كار غالية جدا ربعمائة الف دولار جنسية في دول تاني ارخص من تركيا بس معرفش جنسية في تركيا غالية ليه السبب يعني ولكن لستثمارات تركيه اقوى من دول تاني بكتير يعني تقدر ترجمة نانسي قنقر بكتير تستثمر على الارض الواقع اقب يغض النظر انك عاوز الجنسية عاوز الاستثمار على تاني الجنسية لا الاستثمار في تركيا على الارض الواقع مربح الحاجة اللي بعد كده الشعب التركي شعب طيب لو حد يعزمك في البيت لازم تروح لانه بيزعل وانا بقدم كل الشكر للستاذ غيصل العزومة الجميلة جدا كل الشكر والاحترام والتأدير للاستاذ فيصل انا بشكرك من كل قلبي دي من اهم الحاجات السريعة اللي قلت لك عليه احزر وانت جاي تركيا ايبي عم عليها السؤال المهم هل تركيا تصلح للحياة والعيش او تصلح للسياحة فقط بص تركيا تصلح للسياحة ده تصلح للعيش فيها لغة صعبة جنسية صعبة هات تقول عن طريق الاستثمار الجنسية برضو صعبة جدا مبلغ ضخم يعني تقولش تركيا دي ايطاليا ولا المانيا لا مبلغ كبير جدا عشان تاخد الجنسية عن طريق الاستثمار ولكن تقدر تستثمر على الارض الواقع هي مربح مربح في تركيا الاستثمار بالتالي في ناس من اوكرانيا وروزيا جين استثمار هنا على ارض الواقع لو اول مرة شوف قناة الاسم علي تبسوي لو بتدور على سفر او هجرة او لجوء او استثمار او في اشارة الصحية ادراسة في الخارج فانتحوا المكان الصحيح اشترك في القناة وانتظر الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته